السلام عليكم اخواتي اليوم راح نشوفوا مع بعض تحلية رمضان ان شاء الله هي يدخل علينا بالصحة وهنا هذي تحلية بالفريز ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم وتعتمدوها في رمضان بكمية قليلة من فارولة كما راكم تشوفوا هنا تحلية ريا خفيفة وبنينة بزيف هنا نستعمل في الكريمة البيضاء عندي ثلث مغارف كبار تع سكر مع ثلث مغارف كبار تع نشاء ونصف مغرفة كبيرة تع لفاني هذي تحلية ستقوني غير بنينة بنينة بزيف صورت الصور هي تتحدث عن نفسها يعني صورت تبين لكم باللي تحلية بنينة نوضي جاربيها واعتمديها الرمضان ان شاء الله هنا بعد ما اضفت انشاء نضيف النصف مغرفة كبيرة تع لفاني باش نحينا ذي ريحة الحليب مجيش ما تخافوش خلاص مجيش فيها ريحة الحليب اطلاقا انا واحدة من الناس ما نحبش منحبش ريحة الحليب هنا نضيف زوج كيسان كبار 9 حليب يعني يعينك ميزة نقديري نص نص لتر حليب انا هذو زوج كيسان الكاسي هزلي 250 مليلي نحطها نحركها ونحطها فوق النار انا كي نحطها على النار نحطها على نار ناقصة ومنحبش منحبش تحريك الاختاك شو كانت حبسي لها تحريك قادرت قادرت تحرق لك الكريمة ولا تحرقت لك دربت فيها ريحة الحرق يعني غير ارميها غير سيحيها ما كله ديريها يعني نوصي فيكم نعود الخليط ما تحبسي شا ليه على تحريك حتى يولي عندنا خليط كيما تعل بشاميل هناني حطيتها على النار ناقصة وراني نحرك ما حبسش تحريك صورتو كي تستعملو كيما ذو الكاسروناني عندي انا تعينو كس ثم 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 تحرك ثم ثم تشيد لازم تكون عندك نوعية مليحة وما تحبسي شا ليه على تحريك انا نصح ما تحبسي شا ليه على تحريك كيما هنا هاو الخليط اللي يتحصلت عليه موش دقيل بزيف وموش خفيف بزيف بس كو مبادراني نديرو في الليغة مكاون ونحطوهم في الفريجي ديرا هاي تجمد معي هنا اني وجدت الليمون اللي هندير فيهم هذو ثلاثة بعشرين الفاكذا نشريتهم ثلاثة بعشرين ندير نص سيطرة نص سيطرة هزتلي هذو ثلاثة يعني كبار ما حجم كبير مش حجم صغير اللي يبغاد تضعف المقادير يضعف المقادير هنا نحطهم في فريجي دير يبردو ونروح نوجده خالد هنا عندي الثثم غارف كبار تع سكر وعندي كاس تاع فريز فريز قطعتها مار صغار هنا شريت قيس عشراليف كي ما نعرفو ذكر رايها الفريز غالي والفاكية غالية يعني يحليلو الزوالي اللي راه مع المعيشة هذي هنا قدرت ثلاثم غارف كبار تع ما وقدرت معهم عطر الفارولة احركتهم انت قدري تستغني علي عطر الفارولة اللي ما عندهاش انا هنا باش نعزز النكهة واللون هنا قدرت مغرفات عنشا وحطيت الفريز والسكر على النار ووراني نحرك الفريز والسكر طلقو سيرو كي ما راكم تشوفو وبعدها نضيف لها الخالد اللي يدرناه تعلنشا والماء نتحصل على خليط كي ما سيبير كريم هذيك هذك الخليط نحطه فوق ما خليه واشي يجمد بزيف كذا كتشوفو معي في الفيديو وبعدها نحطه فوق الكريم هذيك اللي تكون بردت شوية انا ما كانت بردت بزيف يعني تمثل حطيتها فريجيديا رحت نختم الخليط الخليط هذا تعال الفريز وراني نحرك مين با يعني دقيقة واحد دقيقة تلا يكون عندي الخليط هذا واجد نجربوها والله متندمو يعني تحلية ما شاء الله انا ما بغيتش نسرع الفيديو خليته كي ما را باش يفهموا كي ما البنات صغار اللي يتعلمو في الكوزينا كي ما انا شوفو الخليط اللي تحصلت عليه انا نحيه ونفرغو طول فليه فليمول انا هاني نحط فيه فليمول بلاعقل نخطيكش الكريمة البيضاء ما زال ما بردت ليش مليح وهنا نسوي السطح مليح نعدله مليح على جاء الشكل كي ما نقولو العين تاكل قبل الفم وهنا راني نعدل في السطح بلاعقل ما نضغطش قادرة تدخلي الفريز الداخل الكريمة وبعدها نضير الديكور نضير لها نصف حبة فريز نحطها في الوسط انا كي ما قلت لكم بقيس عشر الاف شريط فريز درت لي التحليه هذي وكي ما راكم تشوفو الطابقة قادرة عشر الاف ديلك ثلاثة في طرح ليب هديري طابقة رقيقة و وتتمتعي ولادك وأهلك يعني يكلوا التحليه هذي ان شاء الله هتجربوها وتخليوا لي تعليقاتكم وآراءكم في التعليقات ان شاء الله هم ازلوا لي ان شاء الله هنشوفو وصفات على رمضان ان شاء الله وان شاء الله تدعموني وتشتركوا معيالي دخلوا جدد ان شاء الله تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد والوصفات الجاية ان شاء الله احلى اقتصاديين وابنين اهنا خليكم تشوفو الصور ها كيما الصور كم تشوفو درت هنا نصحة بفريز مع السلامة اشتركوا في القناة